السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة القلب اللي معنا النهاردة يا جماعة قالب اخباري لمدونة بلوجر هيمنفع لمدونة عربية او انجليزية لانه بيدعم الارتيل ويعني ايه ارتيل يعني لو انت مخال للغة المدونة انجليزي القلب هيبقى معك انجليزي لو انت مخال للغة المدونة عربي فالقلب هيكون معك عربي القلب احترافي وشكله جميل جدا وفيه تأسمك كتير جدا وده المميز فيه كمان اه لو فيه شوية هفواب بسيطة هتكلم عنها في اخر الحلقة ممكن انت تصلحها بيدك او تزبطها بحيس ان يبقى عندك في فحص يبقى مية في المية خلينا بقى نستعرض شكل القلب زي ما انت شاف قدامك كده شكله احترافي جدا هو مخصص انه يكون اخباري لكن عندك امكانية انه ممكن تستخدمه على مدونة تقنية عادي ممكن تستخدمه على اي مدونة تانية مفيش مشكلة بس هو المظهر الخارجي ان هو بيوحي ان هو اخباري خلينا نشوف بقى النسخة العربية منه عاملة ازاي احنا كده خلصنا خلص شكل القلب واستعرضنا مظهره الخارجي هنروح بقى دلوقتي على شكل القلب وهو متركب على مدونة معمولة باللغة العربية هنبص كده اللغة العربية هتلاقي القوائم كلها اتعكست من هنا موجودة القوائم على الشمال هتلاقي بقى القوائم في اللغة العربية تقلبت الناحية التانية على اليمين ومواقع التواصل على الشمال تيجي بقى على هتلاقي السليدر الاول زي ما انت شايف كده وبعد كده التقسمات اللي هي موجودة هناك بالزبط نسخة ابقى الاصل ما فيش اي اختلاف كل الفكرة كلها ان انت حولت اللغة بتاعت المدونة بتاعتك من الداخل وخلاص نفس التقسمات ونفس الشكل والمظهر بتاعه جميل جدا تعال نشوف بقى ازاي هالركابة جماعة هسيب لك رابط موجود في الوصف تحت الفيديو هتخش على الرابط ده وتحمل منه الملف الملف هتلاقي فيه قالب تنظيف والملف الخاص بتركيب القلب نفسه تعال نشوف كده في ملف دولود احنا حملناه هنخش على دولود كده هتلاقي الملف الاساسي اللي هو زي ما هو ظهر قدامك كده هتعمله فك كلنا عارفين ازاي بيمفك الملف ده سواء من على الموبايل او من على الكمبيوتر هتفك بعد ما هتفك هتلاقي الملفين كده اول حاجة هنستخدمها قالب التنظيف وبعد كده هنستخدم القالب نفسه اللي احنا هنشتغل عليها قالب التنظيف هناخد نسخ منه كده كل الموجود ده تاخده نسخ وتروح على المدونة بتاعتك ده اول خطوة هنعملها يا جماعة هتروح على المظهر تختار اي قالب افتراضي كده وتعمل تطبيق بعدها هتروح على وتختار منها كل الموجود وتمسحه كل الموجود ده هنعلم عليه ونمسحه وبعد كده نحط قلب التنظيف ونعمل حفظ الخطوة دي اساسية وبنعملها دايما في كل القالب يا جماعة بعد كده نعمل حسف ونحط بقى الاكواد الاساسية الخاصة بالقالب بتاعنا اللي هي بقى في الملف التاني اللي هتلاقيه في الفولدر ونقطة مهمة جدا انا بلاحظ ناس كتير قوي تقول لي ايه ايه عم انت مش حطلنا قلب انت حطلنا ملف في بيروسات بيروسات ايه بالزبط يعني الناس دي يعني معقولة فيه ناس لحد دلوقتي احنا دلوقتي في يعني في علم الانترنت اللي حد دلوقتي مش عارفين يفكوا ملف ومش عارفين يفهموا ان ده ملف مضغوط ويفكوه والناس بتقول لي ده فيروس ده ربنا ينتقم منك انا مش فهم والله يعني لحد دلوقتي لسه وصلنا لدرجة العدم العلمة او عدم المفهومية دي انت عندك الملف وهو بتفتحه وبتخش بتلاقي الحاجة ده بس هو ده فين الفيروس اللي في كده ابوصة لقيت علاقات في الفيديوهات السابقة بتقولي احنا انت مقدم لنا فيروس. عاجة غريبة جدا. دعا بقى ناخد بقى الملف نحطه هنا كده. ونعمل حفظ. بعدها بقى نروح نشوف شكل المدونة دلوقتي نشوف عاملة ازاي. هتستنى لحد ما يجي لك تم تحديس تم التحديس بنجاح اللي زهرت تحت دي. خلاص كده انت تجي تعمل عرض المدونة بتاعتك بقى. هبصت لقيها ظهرت معاك بالمظهر ده كده. تمام? ده الميجا مينيو. ودي حاجات انت دي حاجات انت بتستفيد بها في القالب. خلينا نشوف مظهر القالب الخارجي زي ما انت شاف قدامك كده لو في اجزاء بقى مش كاملة او مش شغالة انت بتشغالها. تعال نشوف مثلا الميتة التاجات اللي هنا دي. نشغالها ازاي? بتروح هنا عندك هنا. على التنسيق. وبتختار منها الجزء الخاص بيها. هنا مسلا الجزء الخاص بيها اهي. القالب فيه امكانيات كتير جدا يا جماعة. بتختار بقى انت الاقسام اللي حابب انها تظهر برا. وهنا برضو لو حابب تحط اقسام معينة انها تظهر برضو ما فيش مشكلة ممكن تختارها كده وتعمل حفظ على حسب اختيارك انت وعلى حسب موقعك. ولما اجي اعمل رفريش الخانتين دول فاضين اهو هعمل رفريش بقى اشان اشوفهم. هلاقيهم اتمالوا دلوقتي وتحط فيهم ملفات. زي ما انت شايف كده. اتحط فيهم الاقسام او التسميات الخاصة بالموقع بتاعك. الجزء باللي تحت ده بقى عندك تحكم فيه كامل برضو. طبعا يا جماعة مش هنفع ان احنا نشرح الموقع كامل خلي بالك بقى الميزة كمان في الموقع ده في القلب ده انه هنا الحقوق ممكن تلغيها. عندك هنا ممكن تلغي الحقوق خالص. فيبقى الحقوق لك انت وممكن تحط الرابط الموقع بتاعك انت او بياناتك انت عادي. حفظ. بص هنا. مش هيحوالك على مالك القلب او لاي شيء لقى القلب مفتوح المصدر. من غير حقوق. انا نزل تحت خلص كده بص مكان الحقوق فاضي. ما بقاش في حاجة. خلص. بس انا ما افضلش انها هتبقى موجودة كده. لا انا افضل ان انت تحط فيها الحقوق الخاصة بك. اللي هي ازاي? بتفتح هنا كده. وتفعل دي وتبدأ هنا تحط رابط موقعك. وهنا في الجزء ده من اول هنا كده لحد هنا. تكتب هنا اسمك او اسم موقعك او البراند بتاعك اللي انت عملته لنفسك او اسم الموقع بشكل عام يعني. فيبدأ يزهر تحت. يعني لو كتبنا هنا كلمة مدونة. بالعربي مثلا. مدونة تجربية. مثلا كده عملت حفظ. وروحت عملت آآ رفلش كده عشان اشوف الشكل تحت عامل ازاي? بوسط تحت جده هتلاقي عامل ازاي? ظهر مدونة تجربية. وتنزل تبقى تشوف كده شكلها بقت بالمنظر ده. بقت حقوق خاصة بك انت. برضو يا جماعة الموضوع ده متاح وبالنسبة لك انت على حسب زوءك. حابب تلغي الحقوق خلص ما فيش مشكلة دي حاجة راجع لك انت. مواقع التواصل الاجتماعي بقى وكل حاجة ظهرة قدامك ممكن تبدلها. دي طبعا ده فيديو ده مفروض ان انت تحزفه. ليه بقى تحزف الفيديو ده? لان لما بتيجي في الفحص هنا كده بتيجي مثلا على تحسين محركات البحث بيقولك. آآ انه الفيديو ده لا يوجد عناصر مش عارف ايه ده رسالة من جوجل بتقولك انه آآ الجزء ده مش متسمي او مش مشارلي باسم آآ اللي هو يعني. فجزء منه علشان توصل مية في المية في السيو. جزء التاني عدم احتواء الرابط على نص وصفي. ده برضو نفس الحكاية يا جماعة. انا لما بجأ خش ممكن آآ انسخ الجزء ده وخش. ادور عليه في القالب اوفهم معناه ايه وابدأ اصلحه. ساعتها هبصت ليه عندك? وصل مية في المية اللي هو تحسين محركات البحث اللي هي السيو يعني. فعشان كده انا معظم القالب اللي قدمتها برضو يا جماعة ممكن ان تيجي تبحث كما ما تلاقيش مية في المية في السيو لكن هتلاقي هفوات بسيطة وممكن انت تصلحها بايدك وتخلص وتخلص منها يبقى انت وصلت مية في المية. لكن انا بعتبر القالب جميل جدا واحترافي. شكله مظهره حلو جدا وكمان آآ بيوحي على ان انت بتقدم حاجة احترافية وغالية. بيدي غلاوة للموقع بتاعك. شكله كده بيدي غلاوة للموقع بتاعك. انت بقى مطلوب منك ان انت تعمل ايه بكل بساطة ان انت هتغير اللوجو. وبتبدأ تقسم موقعك زي ما انت عاوز التقسيمات ده كلها والشغل كله هتلاقي من هو من آآ من التنسيق من هنا. وحتى اماكن الاعلانات كتيرة. برضو مش عاوز اقول لك ان انا آآ هخش اشرح لك بقية التنسيق لانو التنسيق عاوز حلقة لوحده. وزي ما انتم عارفين الناس بتملوا وبتزهق من الشرحات الطويلة او الفيديوهات الطويلة. فاحنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى خير والتوفيق للجميع. وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.